قوانين مختلفة اتفق عليها تلاف ودارة الدولة قبيل تشكيل الحكومة أبرزها الموازنة والعفو العام والنفط والغاز ما يترتب على المعنين المضي بالاتفاق السياسي وتنفيذ بنوده قوانين مهمة كثيرة تنتظر انقضاء عطلة البرلمان التشريعية لإقرارها النفط والغاز والعفو العام من أهم المشاريع التي دخلت التفاوض السياسي بين الكتل من جديد أي بعد إقرار قانون الموازنة الاتحادية قانون النفط والغاز هو من القوانين المهمة الذي ممكن أن يقسم خارط الطريق ما بين الحكومة المركزية والإقليم حول قضية تصدير النفط والغاز بالإضافة إلى قانون العفو العام هذا حقيقي تم الحديث كثيرا عليه لكن أنا أعتقد بأن هناك اتفاقا سياسيا بتشريح هذين القانونين الذي يصفي مصلحات العملية السياسية واستقاق ائتلاف إدارة الدولة اتفق في بداية تأسيسه على تنفيذ بنود وثيقته التي وقعت عليها كل المكونات السياسية المتحالفة فيما بينها خصوصا أن هذا التحالف صنع على أساس التزام سياسي ينص على تبادل تمرير الملفات الإطار التنسيقي باعتبار يقع عليه عبء أنه السلطة التنفيذية المتمثلة براسة الوزراء وبالتالي أعتقد الإطار التنسيقي سوف يكون هو المرتزم الأول في هذا المجال وسوف يحاول جاهدا من أجل تحقيق كل التفاقيات التي تعقدت مع الكتب وحزاب السياسية الأخرى الإطار التنسيقي ماض بموقفه مع حلفائه في تنفيذ مطالبهم متى ما يتم التحضيره لتجهيزها وعرضها في الحوارات السياسية المقبلة بفصل سياسي جديد ستبدأ الكتل في تحالف إدارة الدولة بتجهيز مشاريع القوانين الرئيسة للمكونات السياسية لالتفاهم عليها والاستعداد لطرحها وتمريرها داخل البرلمان أحمد ليث بغداد قناة الرابعة